السلام عليكم و معكم سايو بعد بحثه طويل قدرت ألاقي طريقة مضمونة عشان تحسن فيها ايماكو ديقل أو مسدس الهاند كانون السلاح هذا السلاح المحترفي من المسافات المدوسة تدمج 150 على الهيد و 75 على البادي و يكسر الخشب من ضربه وحده يعني السلاح هذا لازم تتعلم له بسرعه كيف أخليكم مع المقطع في شي سلبي واحد معنا أنك بتحتاج على الأقل لشخص واحد يساعدك في هذا التدريب ولو ما كان عندك شخص يلعب معك فكتب اسمك في التعليقات أو دول لواحد كاتب اسمه في التعليقات هنا وضيفه و سوي تدريب مع بعض في البداية لازم تروح لطول الكرياتف و بتلاقي أربع رفتات لونها أزرق و عليها أسماء المهم روح لأي واحدة من رفتات الأربعة و اضغط على زر الاستخدام و هنا بيطلب منك تكتب رقم الجزيرة راح حط لك الرقم في الوصف و في الكومنت المثبت كمان اكتب الرقم هنا و بتطلع لك الجزيرة و ادخل لها على طول أول ما تدخل الجزيرة انت و صاحبك اضغط على القائمة و تسوي ستارت جيم و كذا راح يبدأ تدريب الجزيرة هذي مصممة بطريقة روعة عشان تكون مناسبة للديقل فيها كثير حواجز و نقدر نقول تضاريس مختلفة عشان تساعدك و طبعا شوف ما في طريقة عشان تقوي ايمك في الديقل الا اذا كنت فاهم كيف يشتغل الديقل سرعة الديقل قوته الميكانيكية باختصار لذا ايوه احسن شي هو انك تجرب السلاح بشكل مباشر في اللعبة و على لاعب حقيقي و افضل شي انصح فيه هو انك تدبل السلاح يعني تشيل معك اثنين و تبدأ تضرب و تحاول تكتلل ضدك حتى لو كان هو يكتل كل مرة و انت ما جبت قتلتين هذا الشي عادي راح تتعلم و طبعا انصحك تلعب الاقل ثلاثة قيام يعني كل قيم عشرين دقيقة يعني ساعة كاملة وبعدها بتلاحظ تحسن رهيب في ايمك بها السلاح و حاول تضرب من بعيد و من قريب عشان تستفيدك كثر و انا عن نفسي بعد ثلاثة قيام لها حفظة حسن مو طبيعي و مو بس بالديقل حتى في باقي الاسلحة لذا انصح تكلم صاحبك الحين تدخل لهذه الخليطة و بسرعة و نفس ما قلتلكم رقم الخليطة في الوصف و في الكومنت الاول كمان و لو تحسني الفتك و حاب تدعم النصائح اللي سويها تقدر تدعمني وتكتب كود عندك في المنجر و لما تشاري اي شي من اللعبة فانت كد تدعمني بشكل مرة قوي بدون ما تخسر اي شي لا تزيل اللايك و اشاركوا فعلوا جرس لاني دايما انزل مقاطع النصائح و متأكد انكم تستفيدوا كثير ان شاء الله و ليشارك المقطع هالسطورة لانك تدعم ام ام القناة اشكرو الفيديو الجاي و مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة